تشاكيل تشاكيل بها الإبداع قنديل يضيء الكون من فن تبوح به التفاصيل وألوان ورسام وإنشاد وأنغامي وألوان ورسام وإنشاد وأنغامي روايات وأشعار لها في الروح تبجيل لها في الروح تبجيل بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبتم وطبط وقاتكم بالسعادة والخير والمنى وحياكم الله وبياكم إلى التشاكيل تشاكيل مثل ما عرفتم نافذة أدبية بسيطة تجمع بين الأدب بأطرافه سواء قصيدة قصة رواية ضيوف فضلاء يشرفون في هذا الاستيديو وكذلك ريشة فنان جميل عذب يصاحبنا في طيلة الحلقات من هنا وهناك وأنتم من خلف الشاشات نسعد متابعتكم في حلقة اليوم ضيفنا وحبيبنا الأستاذ الشاعر سعود القتب أبو عمر حياك الله أبو عمر مرحب ومسهلا مرحب مليون ألبك أبو مرحب يا حيا الله أبو عمر نورتنا ونسعدتنا وأنا كذلك شرت الله يرضى عنك ويحييك وكذلك الترحيب موصول لحبيبنا في زاوية الريشة الجميلة أخونا أبو عبد العزيز الأستاذ فايزة عنيزي حياك الله أبو عبد العزيز أهلا حياك الله وحيا الله ضيفك الكريم أبو عمر والمشاهدين الكرام الله يحييكم يا أهلا والله مسهلا ومرحبا دائما إذا حصل بيننا وبين واحد من ربعنا أي موقف ولا شيء ثم كنت أنا المخطي وتفاجأت يرسلك رسالة يقول لك أبو فلان الله يعفو عنك الله يسامحك الله يبيحك الله يحللك تراك إيش شعورة عندك أبو لما يرسلي واحد رسالة إي أنت تحس أنك يعني ممكن بكلمة أو برسالة يعني وممكن تكون أنت من غير قصد أنت قد تكون من غير قصد وهذه كثيرة لكن تتفاجأ بأنه مرسلك الله يعفو عنك يا أبو عمر وصداق اللي بيننا ما تهون الله يبيحك يحللك وأنت أخو غالي بدون ما تطرب العفو أنت منه الشعورة والله شعوري أعتقدني يصير من إنكسار في اللحظة هذه صحيح لأنه عفى وأنا ما طلبته فيكون أجزل لأنه لو عفى وأنا طلبته يكون طيب لكن لما يعفو يمكن علمني أنه أنا ممكن أن أخطيت وأنا مدريت ولما يعفو عنك يكون له فضل عليك لأنك أنت تموت بعد فترة صحيح تبعت عن الشخص هذا خلاص بقيدين الله سبحانه وتعالى يألي الله سبحانه وتعالى يعفو عنه صحيح أن الله أكرم الأكرمين لكن للناس لا يقتص الله منك له يوم القيامة يا الله فلما يعفو عنك يكون صاحب فضل عليك وترى على فكرة ما يسامح ولا يعفو إلا الشجاع إلا الشهم الشهم الشجاع الشهم هو اللي يعفو الدويني الرجالة أو الإنسان اللي مهو بشجاع هو اللي يتمسك في حقه هو حق من حقوقه ولكن لما يعفو يصير خذ خصوة الكرم لأنه أكرمك أو تكرم عليك بعفو صحيح وكذلك يعني اللحظة هذه خلينا نستغلها بحكم أنها يعني نفوس طيبة ونطلب من جميع مني شاهد الله أنه يعفو الله بعد يعني أرجو وأرجو من الجميع أن يلبي الطلبها نرجو منكم جميع أن كل واحد زعلن على الثاني يعفو عنه يسامح جميع وأقول لكم شيء إذا قلتوا تم 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 للجميع تم والله العظيم الذي لا إله إلاه ولا يحلف اللبه والله العظيم والله العظيم والله العظيم أني ما أذكر أني نمت ليلة إلا أي ليلة إلا عافية عن جميع من أخطأ الله ليليا الله ما أذكر حطيت راسي على مخدع المسادة أن أنا معفي عن الجميع يا هني يا رك والله العظيم يا هني يا رك بعمر وأنا أطلب من الجميع وهي أنا سمعت حديث عن رسول الله السلام وجد الله خير من قص الحديث هذا أنه دخل عليهم على رسول الله السلام أحد الصحابة فقال يدخل عليكم من هالباب أحد من أهل الجنة من أهل الجنة يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة فمره مرتين ثلاث كرر رسول الله السلام أكثر من مرة فأعتقد أن عبد الله بن عمر فعرف فعرف يعني الجميع من درك الحديث هذا لكن تذكير فعرف أنه ما عنده أي شيء قال ما وجدت لا كثير صلاة ولا كثير صيام قال اللهم أني إذا أجي تنام أسامح الناس فالتسامح خصلة خصلة العظماء أنا سبق أني قلت فيها بيت قلت لو لا التسامح من فتح للفراج جبال أعتقد أن الشخص سامح في إعتاق رقبة عن ولده سامح جيناه الله يجزاء خير و سمح في إعتاق خصمة لوجه الله فجأت قصيدة من ضمنها هذا أذكر الشطر هذا لو لا التسامح من فتح للفراج جبال والعفو العفو الله الله أمنك عفو أنت حب العفو فعفو عني العفو من الله صحيح وأعظم مكلامك على ما تم أبو عمر أعظم منازل العفو العفو عند المقدرة صحيح الآن أقدر أقتص منك أقدر أنتقم وأقتص منك و شرهبك وسط الناس أقدر ترى أنا أقدر أنا أقدر و من اللي ما يقدر نقدر الآن مع عصير التواصل نقدر أقدر إلى آخرين في دقيقة أخليها بين الملايين ولكن لما تعفو أنت تعامل مع الله أنت دعفيت ترك صبرت على مصيبة فلما تصبر على مصيبة الله يجزيك شيء بدون حساب سبحانه وتعالى أبشر الصابرين الله تعالى من بشائر الصبر على كلامك قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أغلب أعمال العمال واردة في الشرع لا حساب يعني من صام كذلك قال والعافينا على الناس إيه لكن الصبر يعني و أنت يعني تخيل واحد أنا غضبان 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 و يقدر يسوي يقدر 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 لكنه فجأة كده تأتي غمامة فتصب عليه غيثا مغيثا هنيئا مريئا ترطب قلبه الحجر تسمعه كتشجيع على العفو أذكر شخص في نهي يوم من أيام أسلم نبي منها العفو في خصمه ولده مقتوب الله يعوضه خير ويرزى خير يا رب فعفى عفى بعد الحاح واستحى الناس استحى من الله قلت من الناس فعفى بعدين سوووا له ربعة والناس اللي كانوا جاهية معنا سوووا له كرامة مناسبة فأنا جيت في المناسبة هذه سألت قلت كيف قبل فترة وكيف كالآن قال والله لحظة اني عفيت اني حسيت برحمة نزلت علي لو تقسم أهل أرض كل ملك وناس سعت صدر انشراح في الصدر راحة نفسية عجيبة موضيع اللي كانت عندي توضاي في عيالي موضيع اللي في المكان الفلاني ولدي الفلاني أو زوجتها فيها مرض كل شيء سحر الله سبحانه وتعالى بسبتها العفو الله تم العفو ما فيها حسن من العفو أبو عمر لو ما في عفو بنعيش لو لاحد ما عفها على أخطاء زوجتهم عيالة في البيت والقصور حاصل ولا أبناء أولادها ولا عيالة ولا هل ما رح مع زوجها تقصير زوجها ولا 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 إذا ما صر العفو الموجود كيف بنعيش بتعيش الناس بتعيش في نكهة وخلني بعرج على مسألة العائلة في البيت إحنا الآن عندنا تأثير خارجي داخل البيت اللي هو الجوالات هذه وسائل التواصل السنابات هذه والشغلات السوشيال ميديا بشكل عام المشاهير وأنا واحد من مشاهيرة تكلم بصدق المشاهير يبثون عبر سناباتهم عبر موقعهم عبر حساباتهم يبثون للمجتمع الشيء الحلو أنه أنا أركب سيارة فارها أنه أنا عشي زوجتي في أفضل مطعم الفلاني أنه إذا تخرج وليده ما الذي يصير فيصير في التكلف في حياته هو نفسه حتى يظهر للمجتمع أنه أنا هذه حياتي فالمجتمع يتأثر في المشاهير يبدأ يقلدهم فالمشاهير يهدمون بيوت المجتمع بشيء لكن لو رجعت للمجتمع للمشاهير أنت يا مجتمع هذا كلام رسالة أعتبرها عن أي مشه وأقولها وأنا أحد اللي عندهم حسابات طيبة وعندهم إن شاء الله منهجنا طيب لكن واقع جميع المشاهير يظهرون للمجتمع الحاجات الطيبة بس يخفون يبرزون الإيجابيات يخفون الشيبيات فالمجتمع يقلدهم ما يدري يتأثر يتأثر تلقى الزوجة تقول الزوجة يا خين شوف فلان شي سوي الزوج أبغى مثلها بيتنا أثاثنا بأسنا سياراتنا لكن لو رجعت للمشهور وجدت عندي السيبيات ما يبقى عندك في البيت فلا تأخذون المشاهير عنهم كلهم بس يجابيات صحيح كلامك على ما تم ترى قد يكون المشهور وكذا قد تكون هذه حياته هي طبقته يعني هذه حياته هذه حياته حتى عنده سيبيات أبعطيك أنا أبعطيك الفكرة الفكرة أنه هذه حياته هذه سيارته هذا بيته هو أصلا مرتاح ماليا مستقر كذا قد يكون عنده هموم قد يكون عنده مشاكل زوجية مشاكل صحيح لكن أنت المتابع والعتب ترليس على المشاهير العتب على المتابعين أنت أنت لا قاعد تتابع على المشهور مثلا صحيح ليش تقارن حياتك بحياته ليش تقارن بيتك بيته ليش تقارن وضعك المجتمع ايه هنا وهنا يتأثر المجتمع طبعا لأن المشهور هذا يجيك في البيت يجي في جوال زوجتك صحيح زوجتك يجوال ابنتك يعتبر كانه جليس وهذا حاصل كان الصديق أنا تابع معليش أنا تابع المشهور هذا وشوف عندي جيبيات كثر فيغريني بيجيبياتها هذه ودي أطبقها عندي في البيت لكن الجانب السلبي أنا ما ما وجهتني أركز على جانبه السلبي يمكن عنده جانب إيجابي كثير كثير لا جوانب إيجابية كثيرة بس عندي جوانب سلبية تأكد أنه مشهور عنده جوانب سلبية كثيرة صحيح فأنت يا مجتمع شوف ادرس جوانبه السلبية مثل ما تدرس جوانبه الإيجابية صحيح صحيح الله يرضى عليك أبو حديثك ماتع وشيك أبو عبد العزيز الحديث عن العفو نفتح لك أفاق ألا الأفاق أنك مفتوحة ما شاء الله عادي ما شاء الله دائما يقول لك فناني التشكيلي عفو الدروب عنده ما شاء الله مفتوحة طيب أنا بس فاصل قبل أن نجالك أبو عبد العزيز نأخذ علومك فاصل أبو عمر ثم نعود القوة لها في الروح تبجيل لها في الروح تبجيل لها في الروح تبجيل ياهلا والله ومسهل أحييكم وراء بعد هالفاصل لما زلنا معكم فيه تشاكيل العفو الشيء أكيد العفو العفو بمعناها البسيط اللي نحتاجه في يومياتنا في حياتنا نحتاجه داخل بيوتنا نحتاجه في العمل نحتاجه في وإحنا نسوق السيارة أكيد واحد يسقط عليك واحد كذا يحصل العفو العفو اللي تستطاب وتستلذ به الحياة تعيش مرتاح قرير العين تعفو أبو عمر قبل فاصل وهو كبير بأخلاقه كبير في قدره وكبير في مكانته يعني والله وإنها لا كبيرة إلا على يعني إلا على من يعني فتح الله له عليها يبيته وليس في قلبه على أحد الناس يقول عفوة على الناس هذا ما نحتاجه في حياتنا وحديث الروح للأرواح يسري وتأخذه القلوء وتأخذه كيف قال الشاعر أبو عبد العزيز أعطنا علومك الحبيب مع العفو العفو والتشاكير الجميلة بالريشة الخفيفة العفو العفو أعظم شيء في السماء العفو إنك لما تسامح شخص بلا مقابل وبلا شيء وضيفك الكريم قال إنه يقفو أنت قبل ما تقفو على أي وسادة سامح واعف للناس الله سامح سامح الأنام قبل أن تنام ترتاح تنام وأنت مرتاح الله تنام وأنت مرتاح لأنه مردودة عليك أنت لما تقعد تفكر وتفكر وتفكر أنت بتصبقها لقوة يعني تقعد تنقل هم على ما يقولون فسامح من البداية وارتاح وريح راسك وهذه أجرها عظيم أجرها عظيم هذه مخدة هذه وسادة حطيتها وكن نعم على وسادة ومسامح نعم هذا وقته جايب ينام الرجل ويفكر في من أخطى في حقه يعني هذا اللي ينتقم من هذا أو يعامل هذا كيف فمن البداية يعفو عنهم وترتاح أنت أنت نفسك اللي ترتاح صح أعفو أنت نفسك يقول في أبيات جميلة سامح حنيني إذ أتاك وأزعجك أو مر في أذنيك صوت المرتبك أخطيت أشواقي وتفضح نبرتي والدرب خان خطايا حين مررت بك بالأمس قلبي من فراقك قد نوى ألا تعود دروبنا أو تشتبك واليوم قلبي من حنيك من حنينك قد طغى واليوم قلبي من حنينك قد طغى ما أسهل الغفران وما أصعبك أنا برضه يوم من أيام زائلت على شخص الله يجيب الزعل لا الله يجيب الزعل طبيعة بشرية طبيعة بشرية مرتين حصلت منعي كان صديق لي وكلمني يوم من أيام مكالمة وقال بورد القصتين سريعة قال ترصدق لي بيننا انتهت كده قال بالرسالة لا والله مكالمة مكالمة فتأثرت الذاكرة عندي تلخبط تسترجع حياتها الحلوة معنا خدت إلى البكرة واصطرت بقصيدة نتجت بقصيدة أفكاري بس أذكر منها بيت مبدأها يقول ما بحسوفة يقول يا قلب وش بك غادي اللي كرتين كثرة الحسايف ما ترد المقفية المقفية ولا بحسوفة غير فيه حاجتين لا طافك الواجب ولا خطيت بالدين الله الدين والواجب ينطبق علي شيء في الحياة صحيح كذلك واحد نفس الطريقة من المر علينا في الحياة يقول لك بشيء ما ليه صديق واحد من كثرة تجارب الله فقال مشكلة لقفة رفيزك وهو طيب معك مشكلة هلا كفة رفيقك وهو طيب معك وانت ما ودك تخسره وصعب التتبعه الله ها ودك تذل النفس تتبع فيلام الناس انه مكفي الله ولا ودك تخسره سلمت سلمت يقول صحة يقول لك اللهم صلي الحبيب أنا فيه سبحان الله كده حين انت قاعد تحرك مشاعر يا ابو فيه أبيات كتبها الدكتور ماجد عبدالله ودكتور ما شاء الله تبارك رفتح الله عليه بالأبيات الجميلة يقول اللهم صلي الحبيب لحظتين ساعة ثنتين جماعة الخير يقول في أبياته الجميلة إن ضاق قلبك لا تظهر سريرته وكن على نبضه الموجوع مؤتمن وكن على قلبه الموجوع مؤتمن كم دمعة أرخصت من قدر صاحبها كم مرة باح فيها القلب فم تهن فلترعى للنفس في الدنيا كرامتها كي لا ترى دمعها يجري هنا وهنا وقت مشعورك فالأيام موجعة وأنت وحدك من قد يدفع الثمن بعض الناس سبحان الله يعاشر الناس ويطلب منهم أن سرع لك يعني يعني أبيك تتكيث معي أبيك تعيش حياتي أنا صاحب لازم تتقبلني كما أنا طيب أنت لما تتقبل الناس كما هم صحي لما تتقبل الناس إذا الناس يا أخي الناس يحبون أن تعتذر لهم طيب اقبل عذر الناس العذر شجاء الناس تحب أن تكرمهم يقبل كرم الناس لك حتى من الأشياء الجميلة وإن كان خارج النص يعني واحد مرة كنت جالس في مجلس ضيافة وجل المضيف وقدمنا صحا حلاء ووقتها كنت أنا مسوي حمية ووقتها الحين لا المرة طيبة في يوم جاب قدم الحلاء قلت له لا أعطيك العافية وأنا الضيف الرئيسي وقال وأصر وأصر وأنا رفضت قلت له والله مالي فيها أنا مسوي حمية وكذا وكذا وراح يوم راح واحد جنبي رجل حكيم قال لي إذا كنت ضيفا فاقبل ما يقدم لك من المضيف حتى لو ماكلت أخذه حطه حطه في جيبك حطه عطه لدك حطه تصر بس لا ترد طيب اقبل 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 ظروف الناس وحياة الناس أبو عمر أخذف علينا قصيدة أقول كلما تكبرت تشوف أشياء جديدة أن التجارة بتعلمك أخطيت بذي مقصد الله أصلت أبو أبد العيز نختم ليش نختم بالله أحفظك كلمة تختم بها كلمة أختم فيها أن العفو يعني أعظم من حتى السماح العفو أنك تصفح مرة وحدة وتنسى الموضوع وتقفل عليه وتمسحه الله ولا تنام يعني مثل ما قلنا إلا أنت مصفي كل هذا مصفي كل أخطاء الناس على أنك وتمسامحهم أحسن فأنت المرتاح وأنت صحيح أنت المرتاح الأول أنت المرتاح الأول ومستبيد الأول صحيح قصيدة قصيرة تحكي أن بعض المجتمع صرت في التفكك فإنسان ما هو بشي بلا مجتمع القريب فأقول ما يقر الراس ويشتت صداعه كون جو ما وطاه اللعسوس هاخذ بترويقة مقدار ساعة تبرد الهيبة الصواديف الفحوس الشرع في الجاش جاي لها شعاعات سنها في شعلة النار مغموسة ولا حكمت الكيف في راس الرفاعة هيل مبري تندوب محموسة تنشط أفكاري وتعطيني مناعة وتعدى نظرة الدنيا الظروسة والهقاوي بعضها مثل السراعة تنهض الرجال لو هو في جلوسه لا تقلط ذاعة تاريخ ذاعة لين كل المجتمع يقرد رؤوسه والرجل ما هو بشي بلا جماعة لو تسب الرأس ولو سترد فلوسه أنا شهد صح الله لسانك صح تبدأ سعدنا بك محل لك وداردالك وتشاكيل دائما تسعد بك وبيمثالك الأدباء الله يحيييك أبو عمر أنتم كذلك شكر لكم وصوح على حسن متابعاتكم تذكروا قال الله عز وجل فركاظ من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كن محسنا ودعنا تشاكيل تشاكيل بها الإبداع قنديل يضيء الكون من فن تبوح به التفاصيل وألوان ورسام وإنشاد وأنغام وألوان ورسام وإنشاد وأنغام روايات وأشعار لها في الروح تبجيل لها في الروح تبجيل